السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نستكمل إن شاء الله محاضرات مساق القياس والتقديم التربوي توقفنا عند المجال الأول من مجالات الأهداف التعليمية المجال المعرفي ناقشنا مستوياته الست وصياغة أهدافه وفي هذه المحاضرة بإذن الله سنتناول المجال الثاني من مجالات الأهداف التعليمية وهو المجال الوجداني أو الانفعالي وسنتعرف أيضا على مستويات هذا المجال وصياغة أهداف في مستوياته المختلفة لكن قبل أن نبدأ هذه المحاضرة ورد سؤال من طالبة تقول هل يوجد عدد محدد للأهداف التي يمكن أن يحققها المعلم في حصة أو درس أو وحدة تعليمية والإجابة عن هذا السؤال يجب أن نستعرض بعض المحددات التي يمكن من خلالها تحديد عدد الأهداف بمعنى أنه لا يوجد عدد معين أو محدد لحصة أو درس أو وحدة تعليمية وإنما تحديد عدد الأهداف خاضع لبعض المحددات هذه المحددات أولا كمية المادة التعليمية بمعنى الوزن النسبي للمادة التعليمية مقارنة بالوحدة التعليمية أو بالكتاب طيب يعني الآن الدرس اللي أنا بدي أتناوله في حصة ما هذا الدرس ما الكم المعرفي في هذا الدرس هذا أول محدد بمعنى ممكن درس يكون الوزن النسبي له بسيط جدا يعني صفحتين ثلاث صفحات فقط ودرس يكون عشر صفحات هاي معيار نشوف معيار تاني درس يحتوي على مفهوم واحد فقط لكن درس آخر يحتوي على ثلاث مفاهيم وتعميم فبالتالي ضبيعة وكمية المادة المتعلمة تحدد عدد الأهداف المحدد الثاني كفاءة المعلم وهذا شرط ضروري قدرة المعلم على تنفيذ الأهداف في الموقف التعليمي خبرته في هذا المجال كفاءته تحدد عدد الأهداف هدفين ثلاث أهداف أربع أهداف حسب كفاءة المعلم المحدد الثالث توفر وسائل التعليمية وإحنا عارفين أن الوسيلة التعليمية عنصر مساعد للمعلم في الموقف التعليمي فإذا توفرت الوسائل التعليمية أصبحت العملية التعليم أو تنفيذ التدريس أسهل وأيسر للمعلم من عدم توفر وسائل التعليمية فبالتالي توفر هذه الوسائل يعتبر محدد لعدد الأهداف التي يرغب المعلم في تحقيقها في الحصة أو الدرس المحدد الرابع وهو طبيعة الطلاب طبيعة الطلاب تنقسم إلى الفروق الفردية بين طلاب المرحلة الواحدة يعني أنا بدرس الصف السابع الأساسي أنا المعلم أدرى بطلابه من غيره فبالتالي أنا طلابي معظمهم من المتفوقين بالتالي أنا صار في بعض الأهداف عندي ممكن تزيد لكن إذا كان السمى الغالبة على الطلاب ضعف أو مستواهم متوسط فبالتالي يقل عدد الأهداف النقطة الثانية المرحلة العمرية مثلا المرحلة الابتدائية أو الأساسية الدنيا من أول إلى رابع غالبا بتكون عدد الأهداف في الحصة الواحدة تتراوح من ثلاث إلى خمس أهداف لأن المعلم بدي ينتقل من المحسوس إلى شبه المحسوس إلى المجرد ويعزز قيم واتجاهات إيجابية وإلى آخرين لكن لو قلنا مثلا الصف الحادي عشر في الرياضيات في العلوم في الفيزياء في الكيميا فبالتالي المعلم قد تكون حصته هدفين أو ثلاث أهداف حسب طبعا طبيعة المادة المتعلمة في علاقة بين الأربع محددات التي من خلالها يتم تحقيق عدد الأهداف في الحصة لكن بعض الدراسات وبعض الأدبيات التربوية تقول أنه من المناسب أن يكون عدد الأهداف في الحصة الواحدة يتراوح ما بين ثلاث إلى ست أهداف بمعنى لا يزيد عن ست أهداف لأنه لو بدنا نعمل عملية تقسيم بسيطة للزمن المخصص للحصة على الأهداف مع التمهيد مع غلق الدرس مع الواجب البيتي يعني سيكون من المناسب أن لا يزيد عدد الأهداف عن ستة وأن لا يقل عن ثلاث أهداف أن نستكمل محضرتنا إن شاء الله الأهداف التعليمية في المجال الوجداني أو يسمى المجال الانفعالي هذا المجال الوجداني هو كما حدثنا سابقا هو المكون الثاني من مكونات شخصية المتعلم وهذا المجال يتعلق بالجوانب العاطفية الانفعالية لدى المتعلم طيب يش يعني جوانب عاطفية وانفعالية؟ يعني العوامل التي تتصل بتقبل الطالب لأشياء ورفضه لأشياء أخرى الجوانب التي تهتم بالتغيرات الداخلية التي تطرأ على سلوك المتعلم وتؤدي به إلى تبني أو تمثل موقف أو مبدأ أو معيار أو قيمة أو اتجاه يحدد سلوكه ويوجهه ويؤثر في اتخاذه للقرار بمعنى أن الجوانب العاطفية هي التي توجه المتعلم وتؤثر في اتخاذه للقرار من خلال إيش؟ من خلال تبنيه موقف أو مبدأ أو معيار أو قيمة أو اتجاه هذا المجال المجال الوجداني يكتسب الطالب من خلال القيم والاتجاهات والميول العلمية وكذلك هو ضروري لتنمية قدرات المتعلم ومهاراته يعني احنا تحدثنا سابقا أنه المجال الوجداني مكون ومكونات شخصية المتعلم فبالتالي صار المعلم ملذم في حصصه وفي دروسه أن ينمي ويغرس لدى المتعلمين أو لدى الطلبة قيم واتجاهات وميول مرتبطة إما بالمادة التعليمية أو بالعملية التعليمية أو قيم واتجاهات تتعلق بحياته بمجتمعه بجيرانه إلى آخره هذا المجال قسم إلى خمس مستويات تتعامل جميعها مع القيم والمشاعر لكن بعض الملاحظات في هذا المجال قبل ما نتطرق إلى المستويات الخمس أن المجال الوجداني يمثل الأهداف التي يستلزم تحقيقها أن يسلك المتعلم سلوكا انفعاليا يبقى ضروري عشان أميز بين الهدف الوجداني والهدف غير الوجداني أن يسلك المتعلم سلوكا انفعاليا مثل إبداء مشاعر الحب، تقدير العلماء، التسامح، التقابل، الموافقة، عدم الموافقة إلى آخره هذا المجال يشمل تنمية مشاعر المتعلم وتطويرها وأساليب التكيف مع الآخرين وهذه نقطة ضرورية أن يتم تدريب الطالب على أساليب التكيف مع الآخرين في بيئته وفي مجتمعه المدرسي والحياتي كذلك تتصل هذه الأهداف بدرجة قبول المتعلم أو رفضه لأشياء معينة السلوك في هذا المجال في المجال الوجداني يتصف بالثبات بدرجة كبيرة مثل الميول والاتجاهات والقيام بمعنى إذا كان في اتجاه لدى المتعلم نحو النظافة أو تمثل لقيمة النظافة فمن الصعب تعديل هذه القيمة كذلك مثلا الاتجاه نحو المدرسة أو حب المدرسة يصعب تغيير هذا الاتجاه لدى المتعلم الملاحظة الهامة في هذا المجال أو في هذا الموضوع ضرورة عدم عزل الجوانب الوجدانية في شخصية المتعلم عن الجوانب المعرفية لأنه نحن نتحدث عن تحقيق التكامل بين جوانب شخصية المتعلم ومعنى التكامل أي لا فصل بين الجوانب الوجدانية والجوانب المعرفية والجوانب المهارية لدى المتعلم لأن هذه الجوانب متكاملة فالمدخل الأساسي إلى المجال الوجداني هو عقل المتعلم الذي يمثل الجانب المعرفي بمعنى أن عقل المتعلم هو الطريق إلى الوجدان أو إلى العاطفة لذلك يعني الشخص العاقل الرازن أو الرزين تكون اتجاهاته وقيمه وسلوكياته أكثر انضباطاً من الفرد الذي يعني خلينا نقول قدراته العقلية متدنية أو يعني كالمجنون أو غيره لأن نأخذ مثال فقط لو سألنا ما اتجاهات الطلبة نحو التعلم الإلكتروني ونحن بنعيش في هذا الوقت وأنا تعمت أن يكون هذا المثال مرتبط ببيئتك أو بحياتك كطالبة في ظل حالة التعليق التي نحياها لو سألنا ما اتجاهاتك نحو التعلم الإلكتروني الآن هذه الإجابة تحدد المستويات الخمس التي سنتناولها إن شاء الله في المجال الانفعالي أو الوجداني الآن لو سألنا ما اتجاهاتك نحو التعلم الإلكتروني تعالوا نشوف أول إجابة أول إجابة ممكن نخذها أو أول مستوى من هذه المستويات أنه أنا فعلاً كطالبة أنتبه لموضوع التعلم الإلكتروني أنه الآن صار فيه تعليق للدراسة أو الانتظام الدراسة في الجامعة فبالتالي أثير موضوع التعلم الإلكتروني فأنا صار فيه عملية انتباه لهذا الموضوع أي حدث وعي بسيط حول التعلم الإلكتروني لكن في هذا المستوى لا يتم التعبير عن الميل أو الرغبة الأولية طبعاً بمعنى يعني أنا صار فيه عندي وعي بسيط عن التعلم الإلكتروني لكن أنا في هذا المستوى لا أستطيع إبداء الرأي أو الرغبة أو الميل نحو هذا التعلم الإلكتروني طيب ممكن نلاقي طالب آخر أو طالبة أخرى صار فيه عندها استجابة أولية في هذه الاستجابة يصدر عن المتعلمة أو الطالبة رغبة أولية تجاه التعلم الإلكتروني فصار فيه اتجاه وهذا الاتجاه إيجابي مش اتجاه سلبي بمعنى يعني أنا الآن المتعلم بعد ما صار عنده وعي بسيط للموضوع في مرحلة متقدمة بصير فيه عنده اتجاه إيجابي نحو التعلم الإلكتروني واستعداد للمشاركة من خلال التعلم الإلكتروني طيب في مستوى متقدم بصير عند الطالب قبول للتعلم الإلكتروني بصير عنده قدرة على إظهار سلوكيات داعمة في هذا المجال صار بيتفاعل بينشط في أدوات التعلم الإلكتروني بحل الواجبات عبر أدوات التعلم الإلكتروني بيعلق بيشارك إلى آخره صار فيه قبول للتعلم الإلكتروني طيب فيه مستوى آخر مستوى رابع متقدم بعض الطلاب الآن بده يتفاعل مع التعلم الإلكتروني فينظم خططه الدراسية وفقا للتعلم الإلكتروني صار فيه عنده قابلية للتعلم الإلكتروني واستجابة أولية وقبول للتعلم وإظهار سلوكيات داعمة الآن وصل لمستوى متقدم أصبح بإمكانه وضع خطة دراسية يستطيع من خلالها تحقيق أهداف المساقات في الجامعة وفقا لخطة التعلم الإلكتروني أي ينظم ذاته حسب خطوات أو إجراءات التعلم الإلكتروني في مستوى خامس يصل الطالب إلى مستوى متقدم فيصبح الطالب قادرا على تطوير مهاراته التكنولوجية حتى يتمكن من ممارسة التعلم الإلكتروني على أكمل وجه وهذا أعلى مستوى ممكن أن يصل إليه الطالب في اتجاهه نحو التعلم الإلكتروني هذه المستويات الخمسة لو لحظنا تنتقل من مستوى بسيط جدا يمثل وعي بسيط أو انتباه لهذا الموضوع إلى مستوى متقدم جدا مرتبط بتطور مهارات الطالب التكنولوجية هذا مثال تقريبي لمستويات المجال الوجداني الخمس لو شفنا مثال آخر مثلا مشروع القراءة الذي تقوم به الكثير من المدارس الآن لو سألنا الطلاب عن اتجاهاتهم حول مشروع القراءة سنجد أن طالب لديه انتباه أو ينتبه لفكرة المشروع يعني يتقبل هذه الفكرة لكن بالشرط يكون مشارك فيها هو متقبل لفكرة مشروع القراءة طيب في مستوى آخر أو متقدم الآن بيصدر عن الطالب استجابة أولية تعبر عن ميل نحو القراءة أي أن الطالب لديه اتجاه إيجابي نحو هذا المشروع فنقول يبدي الطالب ميلا للمشاركة في مشروع القراءة في مستوى متقدم مستوى الثالث الآن بعد ما أصبع عند الطالب تقبل للفكرة ثم أبدأ ميلا للمشاركة الآن يثمن مشروع القراءة ويصبح لدى المشروع القراءة بالنسبة للمتعلم مشروع قيم ثمين يدرك أهميته في تغذية العقل وتغذية الروح من خلال القراءة فنقول يثمن الطالب قيمة مشروع القراءة في مستوى رابع بعض الطلاب إذا اعتاد على القراءة فأصبحت القراءة سلوك ملازم لحياته بيصل إلى مستوى متقدم متقدم جدا طبعا لكن يسبق هذا السلوك أن يقوم الطالب بتنظيم وترتيب حياته وطريق التعلم وفقا لهذا المشروع فمعنى ذلك أن الطالب الآن أصبح يبحث عن تنظيم وترتيب وانسجام في مهاراته في مشروع القراءة صار ينظم أموره كيف سيقرأ متى سيقرأ ما نوع القراءة سريعة بسيطة بطيئة إلى آخره أي أن الطالب أصبح ينفذ عملية تنظيم لمهاراته أما المستوى الأخير الذي سبق ذكره وهو المستوى الأخير يؤمن الطالب بأهمية القراءة في تقدم المجتمعات وهان الإيمان معناه أن الطالب أصبح لديه القدرة أو امتلاك المعلومات الكافية ليقنع زملائه يقنع أسرته يقنع جيرانه بأهمية القراءة في تقدم المجتمعات بل ويدافع عن هذه الفكرة فكرة المشروع وربما يقوم بتنفيذ المشروع بشكل أبسط في بيته أو بين الجيران أو في مسجده أي أن الطالب تمثل القيمة في هذا المستوى بتم تمييز الطالب بهذا الصفة فنقول أنه فلان قارئ فلانة مثلا إيمان تستخدم التعلم الإلكتروني بمهارة عالية أي هي مستخدمة جيدة لأدوات التعلم الإلكتروني وفي هذا المثال نقول أن الطالب قارئ لأنه تمثل قيمة القراءة في حياته في بيته في مدرسته أو في جامعته إلى آخر تقريبا هذا مثال آخر هذا المثال تقريبي لمستويات المجال الوجداني الخمس الآن سنرى هذه المستويات المستوى الأول مستوى الاستقبال أو الانتباه للمثيرات أنا سأحاول إن شاء الله في توضيح هذه المستويات أن نستعرض الأمثلة التي سبق ذكرات تعلم الإلكتروني ومشروع القراءة المستوى الأول مستوى الاستقبال أو الانتباه للمثيرات هو أدنى مستويات المجال الوجداني بمعنى زي ما قلنا في مثال القراءة هو عنده تقبل لفكرة المشروع تقبل لكن لسه ما صار عنده في مستوى مشاركة في إبداء رأي في تعليق في تنظيم في تمثل القيمة لا لسه هو في أدنى مستوى هو بس في هذا المستوى يتقبل الفكرة يشير هذا المستوى إلى ملاحظة المثيرات أنا بلاحظ فعلا أنه في صار اتجاه حول موضوع التعلم الإلكتروني في الجامعات والمدارس الفلسطينية بسبب أزمة المرض طب بعد الملاحظة بصير في انتباه هذا الانتباه يكون نابع من اختيار المتعلم فأروح أنا بسأل زميلتي هو الدكتور محمد مثلا استخدم المودل أو مثلا صمم مجموعة عبر الفيسبوك للتواصل أو صمم مجموعة عبر الواتساب إلى آخره فصار فيها الاستفسار هذا الاستفسار نابع من اختيار المتعلم فقط لأنه استقبل أو انتبه لهذا المثير هذا المستوى يتضمن ممارسات وأنشطة يؤديها المتعلم بالتدريج الآن أول مستوى من مستويات الاستقبال الوعي بالمثير يعني بس بدي يعرف معلومات حول هذا أو بدي يعرف مثلا الجزئية بسيطة عن هذا المثير كأن يعلم الطالب موعد احتفال في المدرسة من زميل يعني يوم السبت القادم في احتفال في المدرسة فقط الوعي بالمثير المستوى الثاني أو الممارسة الثانية للمتعلم الانتباه للمثير الآن بعد معرف الطالب أنه السبت القادم في احتفال في المدرسة الآن في هذا المستوى الانتباه للمثير يسأل عن مضمون الاحتفال ومناسبته بمعنى ما سبب انعقاد الاحتفال الاحتفال سيعقد لتكريم الطلبة الأوائل الاحتفال سيعقد عن النظافة الاحتفال سيعقد عن تكريم معلمين الرياضيات بما أنه اليوم 14-3 يوم مميز لمعلمين الرياضيات فحبنا نعمل احتفال إلهم فأنا بأسأل عن مضمون الاحتفال ومناسبة هذا الاحتفال قد يصل الطالب إلى هذا المستوى يعني في مستوى الاستقبال قد يصل إلى مستوى الوعي بالمثير فقط أنا أعرف أن يوم السبب قادم في احتفال خلاص وأتوقف وقد يصل الطالب إلى مستوى ثاني الانتباه للمثير يسأل ويستفسر ويحصل على معلومات حول هذا الاحتفال المستوى أو الممارسة الثالثة والتي تمثل أعلى ممارسة في هذا المستوى أن يبدو الطالب الرغبة في المشاركة في هذا الاحتفال إذا كان فيه تكريم فأبدأ ألقي بيت شعر أو قصيدة حول تكريم المعلمين أو المعلمات كان عن الرياضيات فأبدأ ألقي كلمة عن الرياضيات فالطالب في هذا المستوى في مستوى الاستقبال يمر بثلاث ممارسات الوعي بالمثير الانتباه للمثير اختيار المثير يمكن استخدام أفعال في هذا المستوى كيصغي إلى المعلم يتقبل لأنه مستوى الاستقبال يبدي اهتماما يصف يتابع يجيب يستقبل يطلب معلومات عنه هذه كلها أفعال يمكن استخدامها في هذا المستوى خلينا نشوف بعض الأمثلة أو بعض الأهداف في هذا المستوى يصغي الطالب إلى حديث معلمه حول أهمية دراسة الأحياء في الحياة اليومية إذن الفعل الذي سيقوم به الطالب في هذا المستوى الإصغاء طيب المثال الثاني يهتم الطالب بحضور ندوة علمية حول دور علماء الرياضيات في اكتشاف نظرياتهم هان يبدي اهتمام يعني ممكن نستبدل الفعل يهتم بيبدي اهتماما بحضور هو لم يحضر لكنه أبدأ اهتماما بالحضور ينتبه الطالب إلى ما يقوله المعلم هو فعل قريب من الفعل يصغي إلى مثال آخر يظهر الطالب اهتماما لموضوع التعلم أو نقول يظهر الطالب اهتماما بالتعلم الإلكتروني أو بمشروع القراءة هذا المستوى الأول من مستويات المجال الوجداني المستوى الثاني من مستويات المجال الوجداني الآن يعني المتعلم أو غالب المتعلمي بيكون في هذا المستوى في مستوى الاستقبال لأن بعد ما يستقبل للمثير المتعلم ينتقل إلى مستوى الثاني الذي يمثل مستوى الاستجابة وضروري جدا ننتبه لما نتحدث عن الاستجابة يجب أن تكون هذه الاستجابة إيجابية لأنه أنا أتقبل فكرة التعلم الإلكتروني فعشان أصل إلى مستوى أعلى الآن بدو يصير في مشاركة في التعلم الإلكتروني فهذه المشاركة إيجابية إذا أنا تقبلت فكرة مشروع القراءة فمعنى كده بعد التقبل يجب أن يكون هناك استجابة النوع الاستجابة هذه إيجابية لأنه أنا الآن مطلوب مني أشارك في هذا المشروع لكن هذه الاستجابة تكون أولية للمثير استجابة أولية فقط كأن يعد قصيدة للمشاركة في احتفال يعني في المثال السابق إنه إحنا عنا احتفال وفي هذا الاحتفال الطالب سيلقي قصيدة ما فالتالي هو يعد هذه القصيدة للاحتفال في هذا المستوى الاستجابة إما أن تكون طوعية أو مطلوبة والمتعلم مقتنع بها إلى حد ما إيش يعني طوعية؟ طوعية يعني بإرادته بكامل إرادته وذهب إلى هذا الفعل أو هذا السلوك مطلوبة أي أن المتعلم ألزمه بفعل هذا الأمر تعالوا نشوف إيش المستويات الثلاثة في هذا المستوى أول ممارسة الاستسلام ما معنى الاستسلام؟ ليقولناها الاستجابة المطلوبة من المعلم أي أن الطالب لا يقوى على مقاومة المثير فيذعن لطلب المعلم بمعنى الآن إحنا صار في عنا التعلم الإلكتروني طيب التعلم الإلكتروني الآن أول مستوى يواجه الطلاب في هذا الموضوع التعلم الإلكتروني الاستسلام أي أن الطالب لا يقوى على مقاومة التعلم الإلكتروني فيذعن لطلب الجامعة أو لطلب المحاضر خلاص لازم التعيين الذي انطلب منكه في الأسبوع الماضي ولعدم انتظام الدراسة تعذر تسليمه ورقيا فالآن أنت صرتي مذعنة لطلب المدرس بتسليم هذا التعيين إلكترونيا المستوى الثاني الطوعية طوعية أنه أنا بكامل إرادتي أنا أبدأ الرغبة في المشاركة لأن هذا يحقق لي أهداف معينة طيب زي إيش يعني أو مثال على هذه الممارسة قد يطلب منك الدكتور أو المحاضر أو المدرس تسليم تعيين ما بعض الطالبات بكون في عندهم إبداء رغبة في تسليم هذا التعيين بصورة إلكترونية بدون ما المعلم يضغط على الطالب لتسليمه إلكترونيا فصال الأمر طوعي بكامل إرادة المتعلم فبتقول الطالبة دكتور لو سمحت أنا بدي أسلم التعيين إلكترونيا المستوى الثالث مستوى الرضا في هذا المستوى خلاص بيصل المتعلم إلى استجابة تلبي حاجته خلاص بصير فيه تلبية لحاجة المتعلم أو تلبية رغبة لدى المتعلم هذا الرضا يكون مصعوب بالاستمتاع بالمشاركة بمعنى كثير من المتعلمين بيشعر بالاستمتاع إذا تعلم من خلال أدوات التعلم الإلكتروني وفي بعض المتعلمين أو كثير منهم بيشعر بالاستمتاع إذا تعلم بالطريقة التقليدية فالآن في هذا المستوى الرضا يكون مصعوب بالاستمتاع بالمشاركة في التعلم الإلكتروني أو مشروع القراءة أو أي موضوع من موضوعات التعلم في هذا المستوى الأفعال المستخدمة في مستوى الاستجابة الاستجابة الإيجابية طبعا مثل يشارك خلونا ننتبه الآن في المستوى الأول كنا نقول يتقبل يبدي اهتماما يصغي ينتبه بس هذا الأفعال أو هذا نوع الفعل المستخدم استقبال فقط لكن الآن انتقلنا إلى مستوى المشاركة أو الاستجابة الإيجابية فبنقول يشارك يساعد يعاون يتطوع يستمتع يوافق على يبادر يمارس يتحدث عن هذه كل أفعال تدل على انتقال المتعلم من مستوى الاستقبال إلى مستوى الاستجابة الإيجابية من أنثلة هذا المستوى يشارك الطالب في ندوة حول أهمية الرياضية في مشاركة يستمتع الطالب بقراءة قصص كفاة علماء الرياضيات العرب والمسلمين يتطوع الطالب للقيام بأعمال مساعدة للآخرين مثلا نقول إذا أنا بدي أصيق هدف في الرياضيات يتطوع الطالب لمساعدة زملاء في حل المسائل اللغضية ما معنى هذا الهدف؟ بعض الطلاب لديهم مهارات كبيرة في حل المسائل اللغضية في الرياضيات وبعضهم يتطوع بكامل إرادته دون ضغط من المعلم إلى مساعدة الطلاب فأقول للمعلم أنا ممكن أساعد زميلي؟ طيب ممكن أنا أحط خطة لزميلي حتى يستطيع حل هذه المسألة الرياضية إلى آخرين يستمتع الطالب في مشاركته للآخرين في انفعالاتهم يعني الطالب يستمتع إذا بشارك زميله في فرح في مناسبة في احتفال تخرج في احتفال تكريم للأوائل يشعر بالاستمتاع لأنه إذا انتبهنا محتوى السلوك مشاركته للآخرين والمشاركة هنا في مستوى الاستجابة الإيجابية المستوى الثالث في المجال الوجداني مستوى التقييم أو بين قسين التثمين أو إعطاء قيمة للأشياء أو للموضوعات يعني نتكلم عن التعليم الإلكتروني في هذا المستوى أنا أثمن أو أعطي قيمة للتعلم الإلكتروني أو أعطي قيمة لمشروع القراءة هذا المستوى يتضمن النظر الإيجابية للمؤثر النظر الإيجابية للنظافة للقراءة للصدق للأمانة للتعلم الإلكتروني إلى آخرين إضافة إلى النظر الإيجابية الاستجابة له واستمرار قبوله يعني أنا بستجيب لهذا الموضوع وفي قبول مستمر له من المظاهر التي يبديها المتعلم في هذا المستوى تقبل المثير ما معنى تقبل المثير؟ أي أن اتجاه المتعلم نحو هذا المثير ما زال بحاجة إلى الدعم نتيجة لعدم الاستقرار طيب نعطي مثال واضح على هذه النقطة لو تقولنا اتجاه المتعلم نحو التعلم الإلكتروني في هذا المستوى في تقبل المثير ما زال المثير بحاجة إلى الدعم نتيجة لعدم الاستقرار بمعنى المتعلم لم يصل الآن إلى مرحلة قناعة تامة بالتعلم الإلكتروني وبالتالي التعلم الإلكتروني أو فكرة الاتجاه نحو التعلم الإلكتروني عرضة للتغيير إذا ما توفر بديل آخر يلبي الحاجة للمتعلم بمعنى لو الجامعة الآن أتاحت للطلاب أو الطالبات مثير آخر غير التعلم الإلكتروني فقلنا أنه مسموح للطالب إما أن يتعلم من خلال التعلم الإلكتروني أو يذهب أو أن يذهب للجامعة فصار فيه مثير آخر في تقبل المثير ممكن يكون عرضة للتغيير فلو ظهر عندي إمكانية الذهاب للجامعة فبعض الطالبات خلص بتغير عنده الاتجاه نحو التعلم الإلكتروني يقول لا أنا أفضل التعلم التقليدي في قواعات الجامعة طيب هذا معنى تقبل المثير المستوى الثاني والمظهر الثاني تفضيل المثير التفضيل زي ما معناه التقديم مثير على مثير آخر في المثال الذي سبق ذكره تعلم الإلكتروني وتعلم تقليدي لو أتيحي لك الاثنين فيه تفضيل الآن مين بتفضل؟ أنا أفضل التعلم الإلكتروني أفضله على مثيرات أخرى لأن هذا المثير يلبي حاجات لدى المتعلم فبالتالي بصير فيه تفضيل لها المظهر الثالث التمسك بالمثير إحنا أوليش يقولنا تقبل بعد كده تفضيل فضلت أنا تقبلت التعلم الإلكتروني وفضلت على مثيرات أخرى الآن أنا سأتمسك بالتعلم الإلكتروني ويكون المثير موضع افتخار واعتزاز وتتأصل التضحية من أجل المثير أكثر فأكثر أي الآن تتمسك الجامعة بالتعلم الإلكتروني ويتمسك الطالب بالتعلم الإلكتروني فيصبح هذا الموضوع التعلم الإلكتروني محط أو موضع افتخار واعتزاز لدى المتعلم طيب من الأفعال التي تستخدم في هذا المستوى يساهم يشارك بدنا نقول الآن إحنا لش استخدمنا يشارك كمان مرة لأنه العلاقة بين المستويات متداخلة أو قد تكون متداخلة فأنا الآن إذا شارك في مستوى التقييم فهو طبيعيا كان مشارك في مستوى الاستجابة يتابع يقترح يدعو يؤمن يدعم يعزز يمنح أو يمنع يحتج يقرأ عن إلى آخر هذه الأفعال من أمثلة الأهداف في مستوى التقييم يقدر الطالب دور التكنولوجيا في تقدم العالم يقيم الطالب أثر استخدام الرياضيات في حياته اليومية يظهر الطالب اتجاهات إيجابية نحو حل مشكلة من مشكلات الحياة يطور الطالب اتجاها إيجابيا نحو التعلم الإلكتروني في هذا المستوى يطور اتجاها إيجابيا أي يصل إلى تثمين أو وضع قيمة أو يقيم أو يقدر التعلم الإلكتروني فبنقول يطور الطالب اتجاها إيجابيا نحو التعلم الإلكتروني المستوى الرابع مستوى التنظيم أي تنظيم القيمة في النسق القيم الخاص بشخصية الفرد أو المتعلم هذه المرحلة تبدأ فيها التفاعل مع المثير من أجل التكيف معه أو تكيفه بما يتلاءم مع فلسفة المتعلم ووجهة نظر الشخصية ومنظومته القيمية ما معنى هذا الكلام؟ أنه في هذا المستوى يصبح المثير له جزء لا يتجزأ من شخصية المتعلم إذا تحدثنا عن القراءة فبنقول القراءة الصفة تلازم المتعلم هو راكب في القطار بيقرأ هو طالع في السيارة من رفح إلى غزة بيفتح الكتاب وبيقرأ أو بيفتح الهاتف وبيقرأ منهم إذا مثلا مكث في المسجد وقت يفتح المصحف فيقرأ إلى آخره في البيت يقرأ في الجامعة يقرأ الآن صارت صفة ملازمة جزء لا يتجزأ من شخصية المتعلم وفي هذا المستوى يبدي استعداد لإقناع الآخرين يعني مش بس أنه أنا بدي أقرأ لوحدي لا كمان الآن المتعلم بيذهب إلى إقناع الآخرين بأهمية القراءة أو أهمية استخدام التعلم الإلكتروني أهمية الحفاظ على نظافة المدرسة والنظافة الشخصية إلى آخرين من المظاهر التي تميز هذا المستوى بلوغ المثير موضع القيمة يعني المثير الآن بيصل إلى موضع القيمة لدى المتعلم أي يشكل المثير جزءا من النظام المفاهيمي والقيمي للمتعلم الصدق يصبح جزء من النسق القيمي لدى المتعلم أو لدى الفرد في هذا المستوى فأصبحت الآن هذا المثير بلغ موضع القيمة فله قيمة كبيرة في حياة المتعلم أو في النسق القيمي لهم المظهر الثاني تشكيل النظام القيمي المثير أصبح جزء لا يتجزأ من شخصية المتعلم وهو على استعداد لإقناع الآخرين به بل وتقديم مبررات منطقية لذلك هذا يسميه تشكيل النظام القيمي أصبح لدى المتعلم إمكانية لتشكيل نظامه القيمي كل مثير من هذه المثيرات أصبح جزء لا يتجزأ من شخصية المتعلم دعونا نقول مثلا الصدق الأمانة الإخلاص المثابرة الإجتهاد مثلا الحرص على التعلم حب التعلم البحث العلمي إلى آخرين هذه كلها مظاهر أو مثيرات إذا أصبح الجزء لا يتجزأ من شخصية المتعلم وعنده قدرة على إقناع الآخرين بها وتقديم مبرراته المنطقية حينها يتشكل نظام قيمي لدى المتعلم الأفعال المستخدمة في هذا المستوى ينظر أي يدعو أو يحاول إقناع الآخرين بفكرة من الأفكار يتمسك يتحقق من يختار يحكم يلتزم ينظم يناقش إلى آخر هذه الأفعال من أنثلة الأهداف السلوكية في هذا المستوى يدافع الطالب عن دور علماء الرياضيات يتقبل المسئولية إزاء سلوكياته الخاصة يتقبل نقاط ضعفه وقوته يطور خطة حياتية تتناسب مع قدراته واهتماماته ملاحظين الأفعال يدافع يتقبل يطور هذه كلها أفعال يمكن استخدامها في هذا المجال المستوى الخامس والأخير من مستويات المجال الوجداني تمثل القيمة أو الاعتزاز بالقيم وبعض المصادر بتسميها التمييز بالقيمة لما حكينا في مثال مشروع القراءة قلنا فلان أصبح مميز فنقول عنه فلان قارئ إيمان مثلا متمكن من التعلم الإلكتروني أو معلم إلكتروني في دورات الآن تعقد بيخذها المعلم فيصبح لقب معلم إلكتروني نقول عنه هذه معلمة إلكترونية أي ميزناها بهذه القيمة أو بهذا المثير الآن بصير فيه عندنا في هذا المستوى ثبات واستقرار ونضج في القيم والاتجاهات لدى المتعلم أو لدى أي إنسان بشكل عام يعني لما تكلم عن الصدق في هذا المستوى إذا قلنا أن الفرد يتمثل قيمة الصدق وأنا بشبه دائما كلمة كلمة التمثل كأنه ارتدى أقول يرتدي توب الصدق ومعنى الارتداء إنه هو يعني لبس عباءة هذه العباءة تصف هذا المثير أو هذه القيمة أو هذا الاتجاه معنى الثبات والاستقرار أي أن المثير يظهر في ممارسات حياتية يومية إذا قلنا أنه صادق طبعا أكتير أمثلة في حياتنا الصدق يصبح صفة ملازمة إله في حياته في هذا المستوى ركزي معايا بصير في عملية تنبؤ بالسلوك بمعنى لو قلنا مثلا في قيمة الصدق إنه سمعنا إنه إفلانة قالت واحد اثنين ثلاثة لكن إحنا كلنا متفقين على تمييز هذه الطالبة بميزة الصدق أو مثير الصدق تمثلت قيمة الصدق الآن تمثل القيمة بنبئني بالسلوك المتوقع من هذه الطالبة فبقول لا أنا أرفض هذا السلوك ولا أتوقع أن يكون صادر عن هذه الطالبة لأن هذه القيمة أصبحت متمثلة في سلوكياتها وممارسات حياتها اليومية من مظاهر هذا المستوى التعميم التعميم ما معنى التعميم؟ يحاول المتعلم تعميم الفكرة أو المثير على الآخرين من خلال نشرها ومن خلال تبني هذه الأفكار المظهر الثاني التمييز أي يتبنى المتعلم المثير بقيمه وأفكاره ويحاول تسويقها للآخرين بمعنى أنا أريد معنى التسويق أنه أنا أحاول أقنع الآخرين بهذه الفكرة مثل التعلم الإلكتروني، مشروع القراءة، مشروع النظافة، مشروع ربط الرياضيات بالحياة إلى آخر هذه المشاريع التي يتم تنفيذها في مدارسنا الأفعال المستخدمة في هذا المستوى يؤثر، يعدل، يقترح، يراجع، يقاوم لما نتكلم الآن عن قيمة الدفاع عن الوطن يقاوم أو يدافع عن وطنه يلتزم، يعيد النظر، يعبر قولا، يعبر فعلا إلى آخر هذه الأفعال الدالة على مستوى تمثل القيمة أو مستوى التمييز من أمثلة الأهداف السلوكية في مستوى التمثل يثق الطالب بقدرة الرياضيات على التأثير الإيجابي في التخصصات الأخرى ثقة، ومعنى الثقة أنه وصل إلى مستوى يتمثل فيه الطالب بقدرة الرياضيات الإيجابية على التأثير في العلوم الأخرى أي أن الطالب وصل إلى مرحلة تقدير وتثمين وإيمان بقدرة الرياضيات في التأثير في جوانب أخرى مثال ثاني يستقل الطالب في حل مشكلاته الشخصية وهذا هدف كثير رائع معنى الاستقلال أو الوصول إلى أن الطالب يحل مشكلاته الشخصية بنفسه أي أنه تمثل القدرة على حل المشكلات الشخصية بعيدا عن المساعدة فصار عنده قدرة عالية على حل مشكلاته الشخصية يطور الطالب وعيا اجتماعيا وهذا كمان هدف ضروري من الأهداف الوجدانية في مستوى تمثل القيمة كده احنا بكون يعني أنهينا المستويات الخمسة للمجال الوجداني مجال الاستقبال مجال الاستجابة وقلنا بين قسين الاستجابة الإيجابية المجال الثالث التقييم أو قبول القيمة المجال الرابع التنظيم المجال الخامس تمثل القيمة أو التمييز الآن احنا ممكن نلاحظ أهمية الأهداف الوجدانية في عملية التعلم أو عملية التعليم وهذه الأهمية نابعة من حرص المعلم على تحقيق التكامل بين جوانب شخصية المتعلم بمعنى لو قلنا ما هدف التربية سؤال كده ما هدف التربية التربية تهدف إلى صقل وتنمية جميع جوانب شخصية المتعلم سواء كانت هذه الجوانب معرفية إنسانية روحية خلقية هذه التنمية تسهم في تكوين أفراد صالحين في المجتمع ذوي مواهب وقدرات وخبرات وكفاءات جيدة متعاونين سعداء لديهم نظرة إيجابية للحياة قادرين على مساعدة الآخرين إلى آخر هذه السلوكيات الوجدانية الدالة على أن هذا الفرد فرد صالح في هذا المجتمع وهذا يحقق خدف التربية بشكل عام آخر نقطة ملاحظات فقط حول الأهداف الانفعالية في هذا المستوى وهذا المجال المعلم يواجه مشاكل أو صعوبات في عدم توفر أدوات قياس دقيقة في هذا المجال نتحدثنا أن القياس النفسي والتربو يواجه صعوبات كثيرة أهمها عدم وجود أدوات دقيقة للقياس كذلك صعوبة التمييز بين الأهداف المتداخلة في هذا المجال وخاصة لما نتكلم عن أهداف الاتجاهات والقيام باللاحظ في بعض التداخل في هذه الأهداف بعض المعلمين يواجه صعوبة في صياغة أهداف المجال الوجداني فبالتالي كثير من خطط المعلمين تخلو من الأهداف الوجدانية الأصل أن المعلم يتدرج في الأهداف الوجدانية بدءا من العام الدراسي إلى نهاية العام الدراسي لأن الأهداف الوجدانية تتطلب زمنا طويلا قد يصل إلى مستوى عام دراسي أو مرحلة كاملة مثل مرحلة أساسية أو مرحلة ثانوية يعني مثلا لما بدأ نقول أنا من الأهداف العامة عندي أن يتمثل الطالب قيمة المشاركة المجتمعية أن يصبح مشاركا فعالا في مجتمعه طيب ممكن أحقق هذا الهدف في حصة أو درس أو وحدة أو شهر صعب صعب على المعلم لكن عشان يصير يتمثل هذه القيمة ويصير مشارك فعال في مجتمعه قد نحتاج إلى وقت طويل بعض هذه الأهداف الوجدانية تتشكل لدى الطلبة قبل قدومهم للمدرسة لأن الجوانب الوجدانية تبدأ تنمو عند الطفل منذ الميلاد مشاعر الحب والاتجاه وإلى آخره هذه كلها مشاعر تنمو لدى الطفل من صغره فبالتالي هذا الطفل يأتي إلى المعلم ولديه جوانب انفعالية ووجدانية مرتبطة ببيئة الطفل طورها خلال السنوات الأولى في أثناء تنشئته في بيته وفي مجتمعه لكن الآن هذه المواقف هناك إمكانية لتعديلها وتشكيلها من خلال المواقف التدرسية أو مواقف التعلم التي يقودها المعلم لذلك ينبغي أن لا تحول هذه الصعوبات دون بذل الجهد والاهتمام لمعالجة النقص في هذا المجال والسعي نحو تحقيق الأهداف في هذا المجال ككل بذلك تنتهي هذه المحاضرة سأقوم الآن بإرفاق هذه المحاضرة على المودل وعلى المجموعة الحوارية على الفيسبوك أتمنى من الجميع المشاركة بالتعليق والنقاش على هذه المحاضرة المصورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر